السلام عليكم قبل ما نبدأ حط لايك للفيديو اشترك بالقناة فعل الجرس شارك الفيديو يا طلاب حتى تعمل فائدة هاي قناة نعاد تليجرام اللي حبي ينضم الهرابط هراح يكون اسفل الفيديو بالوسط تابعوا يانا للنهاية حتى كتش يصير عندك واضح المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق يقول انه هناك اجتماع قريب جدا لوضع الجداول الخاصة بالامتحانات النهائية الوزارية فاروق يؤكد استمرار التعليم الالكتروني للصفوف غير المنتهية الجميع يتحدث عن نهاية العام الدراسي ونحن حريصون على تمام المناهج وستأخذ الوزارة القرارات المنصفة للطلبة فاروق كل المقتلحات مطروحة ومفتوحة بشأن العام الدراسي وما زال الطلبة لم يكملوا مناهجهم يجعلنا في مواجهة مشكلة مستقبلا يعني طلاب المتحدث باسم التربية يقول بانه رح يكون اجتماع قريبا جدا يعني خلال هاي الايام هذا ليست خلال يومين ثلاثة لانه رح يقول اجتماع قريب جدا ضار بهذا الاجتماع رح ينعلن جدول وينعلن موعد الامتحانات الوزارية يعني الاجتماع يخص فقط المراحل الوزارية ويحددون مع موعد الامتحانات الوزارية والجدول أيضا ويقول انه يؤكد على استمرار التعليم الالكتروني للصفوف غير المنتهية الصفوف غير المنتهية رح يستمر عندهم التعليم الالكتروني الحد ما يخلصون مناهجهم لأنه وحسب كلامه دي يقول بأنه الكل دي يتحدث عن نهاية العام الدراسي ودي يقول احنا يعني تربية حريصة يتريد يتخلص المناهج ما للطلاب كل مرحلة يتريد يتخلص المناهج وبعديا وراء ما يخلصون المناهج ياخذون قراراتهم طبعا من ضمن القرارات هي اعتماد درجات نص السنة بس الشوكة يتخذون هذا القرار من يكملون المناهج للطلاب دي يقول بأنه كل المقتلحات مطروحة بخصوص العام الدراسي يعني كل المقتلحات احتمال الموافقة عليها والحد الآن الطلاب بعد ما كملوا مناهجهم يقولون أنه إذا الطالب بعد ما كمل المناهج مالته فهذا رح نواجه به صعوبة مستقبلا يعني بالمرحلة القادمة رح يواجه صعوبة فدي أكدون بأنه لازم الطالب يخلص المنهج يعني المدارس لازم يخلصون المنهج كامل الصفوف الغير وانتهي طبعا دي أقصد يخلص المنهج كامل المناهج كاملة كل المواد وبعديا احتمال يأخذو لكم قرار اعتماد درجات نصف السنة أو قرارات أخرى بس اللي أكثر القرار الأكثر اتخاذه هو اعتماد درجات نصف السنة إن شاء الله نتأمل خيرا من التربية نتمنى التوفيق والنجاح للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر